ونتحدث لكن العذر عند كرام الناس إن شاء الله مقبول الإمام الحسين الذي لم يحتز أبدا قيد أنم له ما تراجع حتى كلما رماه العدو بسهم وقعه في صدره وكلما ضيقوا عليه عرصة القتال كان يقول لا والله لا أعطيهم ما يريدون حتى أقتل كيف استطاع الحسين عليه السلام سيد الشهداء أن يصل إلى هذه المرحلة من الثبات طبعا هو إمام من قبل الله لكن ارتباطه بالله سبحانه وتعالى ليس ارتباطا نشأ في برهة من الزمن ثم انتهى هذا الارتباط ارتباط الإمام بالله سبحانه وتعالى لحظة بلحظة وأنه دائما يستمد العون من الله سبحانه وتعالى العمام في دعاء عرفة حينما يقول ربي بما خلقتني وبرأتني يعني الآن الذي أعطيتني خلقتني برأتني طبعا بهذه العبارات كثيرا ما نصل إلى كلمات من الإمام تذكرنا بكربلاء ربي بما سقيتني وأطعنت أو أطعنتني وسقيت هذه عبارات تذكرنا بكربلاء فألم الإمام يشكر الله سبحانه وتعالى أنه يسقيه أنه يعطيه إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه وأعني على بوائق الدهر أو الدهور وصروف الليالي والأيام يطلب العون من الله طبعا في كل لحظة حتى في اللحظات الأخيرة من حياته الطاهرة دائما كان يطلب العون وهذا إمام يعلمنا نحن أيضا دائما علينا أن نطلب العون من الله سبحانه وتعالى على بوائق الدهر على صعوبات الحياة طبعا صعوباتنا ليست كالصعوبات أبي عبد الله الحسين أبدا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول لا يقاس بآل محمد أحد لا يمكن صلى على محمد وعلا لا يمكن النقيس بين أحد كائنا منك حينما يقول رسول الله في الحديث المروي بين الفريقين لو لا أن خلق الله عليا لفاطمة لم يكن لفاطمة كف آدم فما ده كائنا من كان استثني رسول الله صلى الله عليه وسلم البقية كائنا من كان لا يقاس بأهل البيت لا هاجر تقاس بزينب الكبرى ولا إسماعيل يقاسه بأبي عبد الله الحسين أبدا قياس قياس باطل أعني على بوائق الدهور نحن أيضا نستطيع أن نستمد العونة من الله سبحانه وتعالى عند الصعوبات الإمام الحسين فيه مسجع على التراب يقرأ هذا الدعاء دعاء طويل يذكر أرباب المقاتل موجود في المقتل الله يرحم الشيخ عبد الزهراء الكعبي يقرأ اللهم بتعالي المكان عظيم الجبروت دعاء مفصل يقرأ الإمام توجه كله إلى الله صلوات الله وسلامه عليه الإمام متصل بالسماء واتصال الإمام بالسماء ليس فقط عبر الوحي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى جده انتهى هذا الكتاب وهذا العمل وينتهي كل شيء لا الروايات تبين بل الآيات أن الإمام مؤيد بروح القدس روايات متعددة بالنسبة إلى الرسول الأكرم النبي موجود الآيات أيضا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإن الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض بالنسبة إلى أهل البيت أيضا كذلك يجي سأل الإمام شلون شنو قصة علم الإمام الإمام يقول لكل شخص أربعة أرواح أما الإمام كل أنبياء عنده خمسة أرواح وروح القدس به يرى ما بين المشرق والمغرب قال ما شأن العلم يا ابن رسول الله الذي عندكم أشيء تتعلمونه وتأخذونه قال الأمر أعظم من ذلك إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد إرادات الله الإمام قلبه مهبط إرادة الله سبحانه وتعالى المقصود ليس البيان الجهات المهمة والحساسة من مقامات أهل البيت المقصود أن الإمام الذي هو مهبط إرادة الله الذي يقول الإمام عن مقام الإمام حاججوهم بسورة إنا أنزلناه تنزلوا الملائكة والروح فيها تنزلوا بماذا الملائكة بماذا تتنزل هؤلاء الملائكة الإمام مرتبط بوحي السماء لحظة بلحظة لذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول اللهم طالما قد طلبت منك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك شكري لأنه متصل بالسماء ليس اتصالا كما نظن إيس واحد يتعلم له تفسير آية والتفسير تفسير صحيح تفسير أهل البيت أكثر من هذا بعد الإمام كذا وصل إلى علم الإمام لا لا الإمام الرضا يقول هل عرفوا معنى الإمامة ومحلها من الأمة كي يختاروا لأنفسهم الإمام منها واصل بيدنا كثيرا ما نستمع يقول رأيته الإمام وشفتاه يتحركان يدعو بدعاء ثم أن جاء الله الدعاء ما تعلمه في أحيانا يتعلم الدعاء الراوي أحيانا ما تعلم الدعاء الراوي أحيان البيت مقاماتهم شامخة أعني أعني على بوائق الدهور وصروف الليالي والأيام الإمام يطلق العون من الله سبحانه وتعالى أنت كيف في الحقيقة رسم لنا كربلاء وواقعة عافي ورخاف الاستعانة بالله سبحانه وتعالى رسول الله يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر الإمام حجة الله الإمام سفير الله الإمام يمثل في الحقيقة إرادة الله سبحانه وتعالى على الأرض كيف نحن نقول ونقرأ الحديث المتفق عليه بين الفريقين المرغم أن في الطغاة الذين قتلوا مولاتنا فاطمة الزهراء على قبوله وغصبا على آنافهم هل سمعتما أبي رسول الله يقول فاطمة ضضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أرضاها قد أرضاني رضا فاطمة رضا الله متصل لذا يترنم بأدعيته يرترنم في مناجاته يذهب هذا الطريق ويصنع بالاتكال على الله أنت ثقتي في كلك ورجائه في كل شدة ولي في كل أمر نزل بثقة وعدة الإمام هكذا لذا كان الجميع بأجمعهم برمتهم مهما كانوا قد بلغوا من الكمال ومن الرقي في درجات الإيمان يتوجهون إلى الإمام حتى أمثال مسل بن عقيل سلام الله عليه يتوجه إلى الإمام أحيانا أحد من الأصدقاء سألني عن مخاطبات بين الإمام الحسين عليه السلام ومسلم بن عقيل لأن مسلم بن عقيل حينما خرج أراد أن يوصل نفسه إلى الكوفة خرج ومعه بعض الأشخاص فمات شخصين على ما ببالي مات من شدة العطش فاستعذر الإمام الإمام في جواب هذه الرسالة الذي يستعذر فيها مسلم بن عقيل يجاوب مسلم بن عقيل جواب قوي البعض يقول هل هاي الرسالة من الإمام الصادرة أو لا بس البحث السندي في محلة لكن الإمام يشجع حتى مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل عظيم معه لا شك في فاك لكن الإمام إمام في هذه الحركة وهو الذي يهدي مسلم ابن عقيل لحركته اذهب افعل انزل ويوصي حكيما يعني مسلم ابن العقيل البعض ينقل لعل أمر بعض أولاده في كربلاء كان بالعشرينات البعض ينقل كان يعرف وإن كان هو سلام الله عليه ابن العقيل لكن كان قد تربى وترعرع في أحضان أمير المؤمنين ولذا كلمة الإمام الحسين والإمام لا يبالغ يقول وإني بعث إليكم بأخي بأخي لماذا يقول عنه أخي لأنه تربى في أحضان أمير المؤمنين لعله وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل الله يرحم أستاذ نالعلام الشيخ باقر علي الهدى وكان كثير الإطلاع بالروايات كان يقول أنا ما أذكر بالنسبة إلى شخص تجتمع هذه الصفات أخي طبعا أهل البيت أحيانا يطلقون على شخص بالأخ مثل سعد الخير اللي كان من أولاد بني أمية الإمام الجواد يكتب إله إلى أخي سعد الخير أحيانا إلى الثقة العملي وابنه ثقتاي أحيانا يبينون النسب نعم لكن أن تجتمع هذه الصفات في محل واحد في رسالة واحدة بالنسبة إلى شخص واحد هو كان يقول أنا ما شايف إذا أم أكو قليل بأخي وابن عمي وثقة من أهل بيتي روح شوف الشغلة وتعاللنا بالخبار فعلنا مسلم ذهب إلى الكوفة وقام بما عليه أن يقوم به من استخبار أهل الكوفة وفعل ذلك لكن المشكلة وين تكمون أن ابن زياد نزل بالكوفة بسياسات المباشرة لبني أمية يعني من دون توسط نعمان ابن بشير ما كان عند السياسات الخبيثة التي كانت لبني أمية جميعها لكن هذا الشخص ابن مرجانة وهو ابن حرام لعنة الله عليه نزل الكوفة بسياستين سياسة التطميع والترهيل شلون ترهيل أنه خلى أربعة آلاف شخص على الكوفة طوق الكوفة محد يخرج من الكوفة ولا يدخل إليها إلا للعمرة العمر طوعة ما كانت كاروانات ذاك الوقت يقول والله نحن نريد نروح عمره وتكلهم رجال أسيافهم وأرماحهم وياهم ما تصير إن شاء الله ثم قال من خرج وعلمنا أنه يريد أن يخرج مع مسلم ابن عقيل منعنا أشير تكلها من العطاء الناس شنو عبيد الدنيا الإمام الحسين يقول أنا أذكر واحد كان يقول أنت أقتلي بس لا تقطع رزقي يعني هالتعبير موجود الناس عبيد الدنيا والدين لعق على أنسلتها يعني شو الناس عبيد الدنيا خلي أوضح لك هذا المعنى يعني الدنيا ما عدها في واحد محب في واحد عبد في واحد يرمقلها ببصرة الناس الناس إما عباد لله أو عبيد للدنيا خلاص ليش عبيد للدنيا لأن الدنيا لما تاخذك تاخذك لما تاخذ الإنسان تاخذك كله والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه يحوطون الدين ما درت مع إشهم ما دعم الخبزة والدهن بالدين يتكلمون يعرفون لكن إذا محصوا بالبلاء قلت يقول أمنع العطاء من العشيرة وهناك نظام نظام عشائري تعال قعد ورأي حتى كيف كنت تروح من يبقى يبقى ذاك اللي إيمان كامل ومن محبي أهل البيت عليهم السلام أمثال حبيب ابن مظاهر ومسلم ابن عوسج وغيره علي إيمان كامل أما هذا اللي مضعضع يفكر الإمام الحسين يجي هنا وهنا الأمور تستسب تستتب وكل شي يكون مرتب والعدل العلوي يعود وكل الناس يحصلون أموال وأمان ويرتاحون من بني أمية بسهولة لا القضية مو سهلة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم لا لكن مو هكذا الأمر ليس هذا فاستطاع هذا الطاقية أن يحجم حركة مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل أساسا ما كان قرار أن يقوم في الكوفة كان قرار ينتظر الإمام الحسين لكن انظر إلى الوفاء صدق مسلم بن عقيل رجل عظيم جدا عظيم حينما لو واحد ثاني يكون قائد غير رباني وإنسان سياسي يفكر بس شلون سيشرط من الكوفة لا مسلم بن عقيل الذي تربى في أحضان أمير المؤمنين ورأى صولات أمير المؤمنين عمه والذي في الحقيقة وضع أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء ثقته فيه هذا لا يفعل كذلك فمسلم خاض حركته ويذكر بعض أرباب التواريخ حينما هجم على القص مجموعة كانوية لكن أيضا هنا طريقة ابن مرجانة كانت أنه يسايس طبعا البعض انجرحوا بحسب مقالة أرباب التواريخ يعني صارت معركة لكن قال ضيقوا عليهم بس لا تسدون الطريق خلي إذا واحد يريد ينسحب خلي ينسحب ليش لأن إذا تصير مقتل عظيم يجون عشائر وعشائريات وقضايا تصير ما كان يريد هذا المسألة كان يريد يخمد فتيل أو يطفي فتيل هذه النائرة فكان هذا الأمن من مرؤة مسلم ومن وفاء مسلم ومن اتباع مسلم لتعاليم السماء كما قال حينما قال له هاني بن عروة لماذا لم تقتل اللعيل إنما كنت تقتل كلبا قال لحديث تذكرته من رسول الله الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك مو من شيمة الأولياء أن يفتكوا يمكن أصفد واحد صالح يقول إيه إنما قتلت كلبا وهاني كان من الصالحين لكن مسلم بن عقل من الأولياء سلام الله عليه ابن عم الحسين أخ الحسين دقة الحسين طبعا صار الليل وصلى مسلم بمجموعة قليلة معه هاي الأخوة اللي إجدت جرة أخوها وديك الزوجة وجرة زوجها وديك الأم جرة ابنها وشلك بهالشغلة وبقوا مجموعة وإذا مسلم يخل الصلاة وما أكو حتى رجل رشيد بينهم حتى واحد يدلي طريق الخروج من الكوفة هذا روح ما نقدر هاي المجموعة ما تقدر تقاتل ومرض إحنا ما جاي للانتحار روح حتى رجل واحد ما أكو سلام الله عليك يا مسلم يا غريب ديار عمك أمير المؤمنين أول من ذاق طعم الغربة في الكوفة كان مسلم من عقل من آل أبي طالب بدأ يمشي في سكك الكوفة أنا ما أدري شايفين المناطق القديمة في الأولاية في النجف الأشرة الأزقة ضيقة ها إذا واحد ما يعرف الحويش ذاك الطرف إذا واحد ما يعرف شوية يتيح الكوفة كانت كبيرة تقريبا كلها على هذه الشاكلة يعني صعب الإنسان يطلع منها يمشي حتى وصل إلى دار باب امرأة تسمى بطوعة من الصالحات جلس عند باب الدار خرجت المرأة يبدو أنها تنتظر ابنها يعود شافت رجل والأوضاع مؤوضاع طبيعية جالس بباب دارها قالت يا عبد الله ما تريد لماذا أنت جالس بباب داري مو من هذه المنطقة أنت ماذا قال لا هل لك أن تسقيني شربك من الماء شوف يعني كل هالطريق ما يمحد معطي لمسلم بن عقيل سلام الله كان مجاهد مقاتل رحي له الفداء دخلت وجاءته بقدح فيه ماء شرب الماء دخلت في المرأة بعد ساعة فترة طلعت وإذا بها ترى مسلم بن عقيل أيضا جالس بباب دارها يا عبد الله لا أجيز لك الجلوس على باب داري قم روح لأهلك الوضع وضع صعب تفضل روح توكل على الله قال أنا لا أهل لي ولا عشيرة في هذا المصر هل لك أن تستضيفيني سواد هذه الليلة علني أجازيكي عند أمير المؤمنين كلمة كبيرة قالت ومن أنت كي تضمن على أمير المؤمنين من أنت يقل للهوعين مستدير أنا لا أهل عندي ولا عشيرة أنا مسلم الفاجر نصير أنا ما عندي أحد كنت لا أدخل على الرحب والساعة دخل خصصت له غرفة حجرة بيتا أدخلته في ذلك الدار أتته بمقدار من الطعام مقدار من الماء ماء للوضوء قعدتنا القبلة من هذا الطرف وهكذا فراش كي يستريه وكانت تهتم به الله أكبر ابن أخي أمير المؤمنين في بيتنا تدري هي مرأة هاي من محبين من محبي أهل البيت عليهم السلام لعلها ذاقت طعم عدالة أمير المؤمنين قبل ذلك الآن واحد من آل أبي طالب قد حل بدارها تريد كل ما عدا تعطي لهذا الرجل وإذا بابنها يأتي ابنها المشؤوم لعنة الله عليه وابن مرجان كان قد وضع الجائزة على من في الحقيقة أدلى بخبر عن مسلم بن عقيل نعم رأى أمه تدخل إلى دار وتخرج وتكر ذلك فأحس فقال لها ما الخبر ما أرادت أن تجيبه إلا بعد أن أخذت منه المواثيق فأخبرته بالآر وهو ذهب إلى اللعين الطاغ يا ابن مرجان بالخبر كي يأخذ الجائزة خذله الله وخذل ابن مرجان نعم قريب الصباح جاءت عند سيدنا ومولانا مسلم سيدي ما رقعت عينك قال بلى نعمت عيناي فرأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول إنك غدا ضيف عندنا يعني أمير المؤمنين قاعد ينعى مسلم بن عقيل الله أكبر الله أكبر وإذا عند طلوع الشمس يسمع وقع حوافر الخيل جاءته طوعة قالت سيدي جاءك القوم قال لا عليكي ناولين السيف انهض لفاك القوم يا حين يردون يا ألانك يا صندين ها شي جاوبها أريدا شجاعة عمك تعيد وتخلي جثثهم تارسل يقل لها يطوعة شجعين وبعم حادر تذكرين ها حيدر صعب القضية ها ما إن الإنسان يسمع كلام واسم حيدر يتذكر السلام عليك يا أول مظلوم وأمير المدمنين مدفون بظهر الكوفة آه وبعم حادر تذكرين والله لرد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني خرج إلى القوم مقاتلا قتال الأبطال وأباء يسلم نفسه لكن هؤلاء المنافقين والأعداء جرحوا قلب مسلم ماذا فعلوا بدأوا يرشقوها النساء والأطفال من على سطوح البيوت يرشقوه بالحجار والنيران إسا الرجل قاعد يقاتلها يقاتل مقاتلة الأبطال عجزوا عن ما يقدرون ليش لأنه هذا ابن أخي أمير المؤمنين هذا قد رباه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب لكن علينا أن نذكر غربته يعني تدري غربة مسلم شنو تدري يعني شنو يقاتل وحده أصحاب الحسين في كربلا يقاتلون ينظرون إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام يسقط منهم شهيد يجي لأبو عبد الله الحسين يمشي أما مسلم غريب في الكوب ها وجدوا مسلم غريب خلي أقول لك يسوا بمسلم هذا الغريب الله أكبر قال وي لكم لماذا تصنعون بهذا الصنيع تدري هذا يقلم يقرح القلب يأذي الفؤاد أنهم يصنعون به هذا الصنيع آه عجزوا عن بعثوا رسولا إلى ابن مرجانة أن يمدهم بالجيش فقال ابن مرجانة إني أرسلتكم لرجل واحد فأجاب الرسول هل ظننت أنك أرسلتنا لبقال لبقال من بقاقلة الكوف ها أنت أرسلتنا إلى سيف علي والحسين آتي بالجيوش جاء المداد ولكنهم عجزوا لعل الواحد يقول شلون معقول أي نعم معقول أي والله هذا مسلم ابن عقيل هذا سفير الحسين وحينما عجزوا عن حفروا له حفير وكادوا له كيد كلما قل نطيك الأمان قال لعنكم الله أنتم أمانكم ما بي وثاقة لا أستطيع أن أثق به حتى سقط في تلك الحفير وضربه لعين على شفته الأعلى فقطعها ثم كبلوه وقادوه إلى قصر الهمار يعز عليك مولاي يا أبا عبد الله أن يوقع باب ابن عمك مزلم وصل إلى باب القصر أكو واحد عندما قال اسقني ماء فقال ذاك اللعين لا أسقيك حتى قطرة من ما أدري شنا هاي حرب الماء مع آل أبي طالب مع آل الحسين مع آل علي بن أبي طالب المسلم عقيل قال لح ما أفض قلبك دخل ما أسلم على عبيد الله ابن الزياد مسلم عقيل شجاع قوي ثائر روحي له الفداء واحد قال سلم على أمير قال ما هو لي بأمير أميري حسين أميري علي لا عبيد الله ابن زياد قال أسلم أسلمت أم لم تسلم أنك مقتول هناك حدث جدال قال جئت بالفتنة قال أنت جئت بالفتنة حدث جدال وقال له نحن حركتنا حركة إصلاحية إلى آخر الكلام بعد حينما عجز ابن مرجان شوف شوف عظمة مسلم ابن عقيل وحب لأهل البيت حينما عجز ابن مرجان عن محاورة مسلم ابن عقيل قام بسب علي ابن أبي طالب والحسين شقد أمير المؤمنين سلام الله عليه مظلوم فقال مسلم ابن عقيل أتريد أن تقتلني فأجل بذلك أنا ما أتحمل واحد يسب أمير المؤمنين وواحد يسب مولان الحسين إن قتلتني فقد قتل من هو شر منك من هو خير مني خير مني فأمر أن يصعد به إلى أعلى القاس وأن يضرب عنقه أخذوا مسلما إلى أعلى القاس يا مؤمنين يا موالي عظم عظم الله لكم والآج استمهل القوم كي يصلي ركعتين صلى ركعتين روحي له الفداء وَلَمَّا أَتَمَّ لِلْحُسِينَ لِلْحُسِينَ يَحْزِينَ يَحْزِنَنَا مَجْدُولِ رَدُّوا لَا تَجُونِي وَخَانَوْأَهَلْكُ فَعُدُوَوْ مَا بَاعُونِي وَلِلْفَاجِرِبْنِ زِيَادِ كَلْوَمْ زَلِّمَونِي مَجْتُولَنَا وَإِنتُوْ هَلِي عني بعيني ثم تشهد الشهادة وتوجه نحو الحسين قال السلام عليك يا أبا عبد الله وبينما القاب ينتظرون خارج القاس بعضهم يقول يترك زراحه ويطلق وبعض يقول يقتل وإذا بهم يرون جنازة من غير راس من على أعلى القاس يا مؤمنين الجنازة التي يرمى بها من على القاس هذه الجنازة لا يبقى منها جيون تكسر عظام مسلم الله أكبر مسلم قتل بالكوفة لكن قتل عطشانا هذا من أنصار كربلا كأنه قتل في كربلا ذبح وقطع رأسه بعد وأيضا جنازته مثل بها آه وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة وتمضي للم تبكي كالباك يا أمالك في المصر من نائحة السلام عليك يا سيدي ومولاه يا مصلب بن عقيل يا سفير الحسين وثقته إلهنا وسيدنا ومولانا نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته أن تعجل لوليك الفرج يا الله 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 سماحة الشيخ تدعون اللهم عجل وليك الفرج وسحل له المخرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه والذاب بناعا